كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف ألف خير حديثنا الليلة كيف نغتنم هذا الشهر الفضيل قبل أن يمضي وقبل أن ينتهي رمضان هو شهر مكرم منعم ومعرفتنا بفضائله وشرف مكنته تجعلنا نقدره حق قدره تجعلنا نغتنمه أحسن اغتنم فالرمضان هو شهر الرحمة والمغفرة وهو شهر العتق من النيران وشهر الذي ترفع فيه كان دائما يدعو قبل رمضان كان يقول اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا وحينما يأتي رمضان كان يقول إلى أهل هلاله آتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به وأهلا وكان يقول صلى الله عليه وسلم كلما أقبل رمضان آتاكم شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنفسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا فإن الشقية من حرم فيه رحمة الله أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها حماسة لاغتنام هذا الشهر الفضيل الذي يغفر به الله الددوم وينزل فيه الرحمات ويباهي به الملائكة فعلينا أن نغتنامه أول شيء نبدأ بأي أحباب الكرام كيف نفعل ما هي أهم الخطوات التي ينبغي أن نلتزم بها لتقودنا إلى مغفرة الله وإلى محبة الله وإلى طاعة الله أول شيء هو أننا نائما نجدد النية والعزيمة النية والعزيمة هي في أنفسنا لكنها تضعف بين الفين والأخرى نائما نجدد جدد إيمانكم قالوا يا رسول الله كيف نجدد إيماننا لا تضعف بين الفين والأخرى نائما نجدد جدد إيمانكم قالوا يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال بقولكم لا إله إلا الله إن الإيمان لا يبلى كما يبلى التوم فجددوا إيمانكم وهذا التجديد يكون بأن نوقب بأن الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا الله تعالى مطلع على نياتنا وعلى إراداتنا وعلى قصدنا الله تعالى معنا عليم بسريرتنا فمتى ربنا عز وجل رأى من هذا الصدق فإنه سوف يسدد خطواتنا وسوف يعيننا على الطاعة يعني كل المتائم التي تحصل للصائم في رمضان من جوع وعطش وصداع دماغ وغير ذلك كلها تزول بأمر الله تعالى لأن الله عز وجل يعطيك المدد ويعطيك القوة ويعطيك البركة الأمر الثاني أننا دوما نجدد التوبة التوبة نجددها إذا دخل رمضان بل ونجددها ونجددها في كل يوم من أيام الله دائما نحدث أنفسنا على تجديد الثوبة نبتعد عن الظنوب والمعاصي ونحدث أنفسنا بأن نعمل أي عمل يرضاه الرب أي عمل فيه مرضاة للرب جل علا كيف يحدد ذلك هذا الأمر هو لا شك أننا جميعا عندنا هذه المقاصد ولكن كيف كيف نسير إليها الكيفية أيها الأحباب الكرام هي بطرق بسيطة وسهلة سيلي الصالحين فنحن في تراتنا الإسلامي عندنا الكثير من الشخصيات المهمة من سلفنا الصالح كانوا سادة العباد عرفوا بقوة الإيمان واليقين وعرفوا بكثرة العبادة وأيقنوا بمنزلة رمضان فاغتنبوه حق الغنيمة فنحن نقرأ سير الصالحين والأولياء المقربين لكي نقتدي منهم وطبعا السيرة العظمى هي سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الأول نحاول أن نقرأ سيرة النبي الكريم والصحابة من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم أجمعين ثم سير الصالحين إلى العلماء والفقهاء والمحدثين والداكرين والأولياء المقربين ونحاول أن نسير معهم في ركبهم الأمر الثاني أي عائلة وأيضا الصحبة الأصدقاء لأن الصاحب ساحب منهم الأصدقاء الذين سوف يكونون بعد في رمضان نغتنب أصدقاء من أهل الإيمان الصحبة الصالحة تعيدنا على طاعة الله وتعيدنا على الخير وترشدنا إلى فعل فعل الأعمال الطيبة التي يرضاه الله تعالى لأن البيت أولا ثم الصحبة كفيل بأن تقني رمضان على أحسن ما يرم ومن لم يجد فليدعو الله يا رب أعيني وبارك لي في البيئة المحيطة بي البيئة بيئة للعمل أصدقائك في العمل جيرانك أصحابك أطلب من الله تعالى أن يهيئ لك بيئة طيبة صالحة مصلحة فإنها معينة الله تعالى لما تكلم عن أهل الكهف قال ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم غيئ لك بيئة طيبة صالحة مصلحة فإنها معينة الله تعالى لما تكلم عن أذي الكاف قال ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقول سمعة وثامنهم كلبهم العلماء قالوا ما بال هذا الكلب ذكره الله تعالى ومجده وأتنى عليه ومجرد كلب قالوا لأنه صاحب الصالحين صحبة الصالحين الأبرار الأخيار ولو كنت كذبا فإنك مقامك يرتفع بباركة الصحبة الصالحة كذلك علينا أيها الأحباب الكرام أننا نتعلم أحكام الصوم وفقها الصوم نتعلم واجبات الصيام وصدده وآدابه حتى نكمل الصيام على أحسن ما يرام ونؤديه على أكمل وجه وهذا ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لكي نستطيع أن نصوم صياما صحيحا وإن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة سوف نستعرض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام بشكل بسيط وواضح سوف نتفادى التعقيدات المتواجدة في بعض الكتب الفقهية وسوف نأخذ اللب والجوهر والزبدة والفهم الميسر الذي يكون قابلا للفهم لكافة الناس وسهل التطبيق هذا هو رمضان المكرم لأنه هذا الشهر هو أول غنيمة يعطينا فيه الله تعالى هو مغفرة الدنوب جميع الدنوب كلها يكفرها رمضان قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم جميع الدنوب كلها يكفرها رمضان قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتدمت الكبائن الله تعالى يضع لنا مناسبات للمغفرة وينبغي أن نغتنبها وكان صلى الله عليه وسلم يتحدث كثيرا عن علاقة رمضان بمغفرة الدنوب والخطايا مرة كان في المسجد النبوي تصعد المنبر وكان المنبر النبوي يتكون من ثلاث درجات فلما صعد النبي الكريم المنبر في الدرجة الأولى وكأن شخصا قد شخصا ببصره فقال آمين ثم صعد الدرجة التانية فكأن شخصا تكلم معه فقال آمين صعدت المنبر وفي كل درجة تقول آمين 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 أدبك فقال صلى الله عليه وسلم لقد أتني جبريل فقال لي يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل الناف أبعده الله فقل آمين فقلت آمين ثم قال جبريل يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل الناف أبعده الله فقل آمين فقلت آمين ثم قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشهد عندنا قول جبريل من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له هذا أبعده الله تعالى أنه يعطيه الله مقام الشفاعة كما تعلمون أيها الأحباب الكرام أن الحياة الدنيا قصيرة وغدا سوف تنتهي وكلنا سوف نرحل الحكام والمحكمين الكبراء وصغار الناس وعموم الناس كلنا ولكن أين نذهب نذهب إلى عالم آخر لنستيقظ من جديد يسمى يوم القيامة نقول فإذا هم قيام ينظرون وفي هذا اليوم العصيب سيكون الحساب وقفوهم إنهم مسؤولون كل واحد مننا سيقف بينه وبيد الله تعالى ليس بينه وبيده ترجمان وقد يصاب الإنسان بأسى وحزن عظيم لما يرى بأن أعماله الدنيوية كانت قليلة هنا يحضر الشفاعة ومن من يشفع يشفع رمضان هنا يحضر الشفاعة ومن من يشفع يشفع رمضان ويشفع معه القرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي مدعته الطعام والشرام بالنهار تشفعني فيه فيشفع ويقول القرآن مدعته النوم بالليل تشفعني فيه فيشفعان لأن رمضان هو سبب فيه أنه يمنعك من الطعام والشرام بالنهار طول النهار لا تأكل وأنت محتاج للطعام والشرام ولكن تمتنع لوجه الله تعالى أما القرآن فهو عادة الناس يقرعونه بالليل في صلاة الترويح ويقرعونه تلاوة بدعته النوم بالليل ويطلب القرآن أن يشفع فربنا يأدى لهما فيشفعان ويطلب القرآن أن يشفع فربنا يأدى لهما فيشفعان لصاحبهما ويكفي أيضا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن من صبر رمضان الله تعالى يبعده عن الدار كلما صمت يوما في سبيل الله إلا بعد الله بينك وبين الدار سبعين سنة قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن الدار سبعين خريفة وقال أيضا بعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام نصور يوم واحد تبتعد عن الدار بمسيرة مئة عام وهذا فضل عظيم للصيام فعلينا أن نفرح ونسعد بأن هذا الصيام ميسر لنا والله تعالى قد دلنا عليه ووفقنا لأذائه وهي مضت أيام ولله الحمد ووفقنا لأذائه وهي مضت أيام ولله الحمد في سلام وأمان وطمأنينة ذهب الضماء وامتلت العروق وتمت الأجر إن شاء الله فكل واحد مننا صام باعد الله بينه وبين الضار وقرم إلى الجنة لأن في ذلك اليوم العصيم الناس يتقون إلى الحياة الأبدية والحياة الأبدية إما في النار وإما في الجنة لك أن تختار يعني لا يقول إنسان سأكون عدبا بعد أن أموت سأكون جتة ثم أصير ترابا ثم تنتهي القضية لا هناك بعد وهناك نشور إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياد بالله فطوم للصائمين طوم للصائمين أن الله تعالى يدخلهم الجنة من باب عظيم يسمى الريان لأن هناك الإزدحان وهذا الباب خاص بالصائمين قال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وفقنا للصيام وعرفنا بأحكامه لأن هذا العمل هو يؤدي إلى الإخلاص الإخلاص علينا أن نفرح هناك أفرح أيها الأحباب الكرام تتلو الصيام هناك أفرح علينا أن ندوق بأن بعد التعم وبعد الصهر وبعد العطش وبعد الجوع هناك الفرح وهناك الجزاء وهناك العطاء ربنا عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه ونخلوف فمصائم أطيب عند الله من ريح مسكي هذا أيضا من المحفزات الله تعالى قل لنا جميع الأعمال يلبن الإنسان هذا أيضا من المحفزات الله تعالى قل لنا جميع الأعمال يلبن الإنسان كلها له قد تقرأ القرآن ولكن الناس يسمعونك ويقولون ما أجمله بالصوت قد يدخلك الريع قد تنفق المال الزكاة أو الصدقة ويراك الناس ويقولون هذا الرجل الكريم وبيعطاء قد تحج وتعتمر وتقول لبيك الله ما لبيك ويراك الناس تلبس البيان ويقول هذا حاج هذا معتمر قد يدخلك شيء من الريع إلا الصيام فلا أحد يقول أنا صائم لأن الصوم هو فيه الإخلاص يعلمنا الإخلاص لا أحد يدري حقيقة صيامك إلا الصيام فإنه لي فإنه لي لله عز وجل وأنا أجزي به فالفرحة للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره كل كلما أراد المغرب أن يؤذن وغرمة الشمس أشعر بالفرحة نجتمع مع العائلة والأحباب والأسرة ونفرح طعام كثير ونسعد هذه الفرحة الأولى عند إفطاره وقيل هذه الفرحة ستكون الكبيرة ستكون في ليلة الفطر لما يقول بزغ هلال وشوال ونصلي صلاة العيد ويفرح الناس بالطعام والشراب ولباس التوم الجديد فرحة عند إفطاره هذه الفرحة الأولى والفرحة الكبرى فرحة عند لقاء ربه لما نلتقي بالله يوم القيامة وتجد بأن رصيدك من الحسنات ممتلئ ببركة الصيام والقيام وتلاوة القرآن قد يقول قائل وأنا صائم أشعر بالتعم حتى إن فني في رائحة كريهة بعض الناس عنده برض في جوفه فين akuis على فمه رغم ذلك بسبب الجوع والعطش قال ربنا عز وجل وأنا صائم أشعر بالتعم حتى إن في رائحة كريهة بعض الناس عنده برض في جوفه فين amazing اسوع على فمه رغم ذلك بسبب الجوع والعطش قال ربنا عز وجل ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكي هذا الريحة الطيبة لك تكون في الفمد الصائم قد يراها الناس كريهة لكن عند الله عظيمة لأن هذا الصائم ترك الطعام والشرام والشهوى من أجل الله لهذا يقال تهب على أهل الجنة ريح طيبة فيقولون ربنا ما أطيب هذه الريح فيقول الله تعالى ريح أفواه الصائمين أطيب عند الله من هذه الريح ريح أفواه الصائمين أطيب عند الله من هذه الريح ليريح الجنة فمدى علينا أن نفعل أيها الأحباب الكرام هذا الشهر رمضان هو يمضي بسرعة وقد نفاجأ أنه قريبا يقال بأنه أوشك أن ينتهي علينا أن نغترم العمل الذي ينبغي أن نقوم به هو أننا نواضب على الصيام الصحيح كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم والصيام يكون أولا بالصيام هناك الصيام العامة وهناك الصيام الخاصة وهناك الصيام خاصة الخاصة صيام العامة هو الإمساك عن شهوة البطن والفرج طعام والشرام والنكاح هذا يسمى الصيام العامة والصيام الخاصة هو صيام الجوارح تصوم العينان وتصوم الأدنان ويصوم اللسان وتصوم الرجلين القدمين واليدين كل الجوارح تصوم لا تفعل شيئا حرمه الله وصيام خاصة خاصة هو صيام الفكر والمشاعر سنف فكره حتى الفكر لا يتركه أنه يتيه بعض الناس قد يتيه إبليس من الفكر فيتفكر أشياء محرمة ووصائب وتدور في نهديه أشياء ممنوعة ووصائب فلكن المؤمن صيام الخاصة أو خاصة الخاصة حتى الفكر يصوم فلا يتفكر إلا في جلال الله وعظمة الله وكل ما يقرب إلى الله فلنصحح صيامنا يكون صيامنا ليس صيام العامة بل صيام الخاصة أو خاصة خاصة ثم نحافظ على الصلاوات الخمس لأن الصلاة هي عباد الدين وهي الرقت الثاني من أركان الإسلام ونأسف أن بعض الأحبة الكرام يصومون رمضان ولكن لا يصلون وهؤلاء على حافة خطيرة من العياد بالله فعلينا أن نحافظ على الصلاة من كان تاركا للصلاة هذه مناسبة أنه يبدأ عهدا جديدا مع الله تعالى وعفى الله عما سلف وغفر وتاب واحتسب والله تعالى كريم ثم الصلاة أيها الأحباب الكرام هي لكن وحده آخر من الصلاة وهو القيام ليلا الله تعالى يأمرنا بقيام الليل طول السنة ولكن نحن نعجز لكن الظروف مواتية في رمضان في رمضان الأجواء مواتية للقيام ربنا عز وجل تكلم عن المؤمنين وعن عباد الرحمن سماهم عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هودا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما من صفات عباد الرحمن أنهم في الليل يبيتون لله ولو جزءا قليل أي نعم هناك متاعب هناك مسؤوليات هناك عمل في الصباح هناك تربية أولاد هناك مطبخ هناك أشغال بيت هناك كلنا عند ذلك ولكن لا بد للإسان أن يقتطع ولو جزءا من وقته للصلاة بالليل عباد الرحمن هؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقيما ألن كله لا يكادون يفترون وقال عنهم أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فالقيام هو هو فالقيام هو أمر سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى فرض سيام رمضان عليكم وسنلت لكم قيامه فمن صامه وقعمه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم والدته أمه لأدى قيام الليل في رمضان إيمانا واحتسابا لا سمعة ولا رياء خرج من ذنوبه كيوم والدته أمه وتحكي لنا أم المؤمنين ويوتر بواحدة ويوتر بواحدة ثم كذلك علينا أيها الأحبة الكرام في رمضان أننا نشهد في تلاوة القرآن الكريم لأنه شهر التلاوة وفيه أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فالإنسان عليه أن يكون عنده مصحفه الشخصي صديقك الحبيب هو المصحف الشريف مصحف خاص بك لا يفارقك دائما تضعه عند رأسك عند النوم آخر ما تتعهده ليس هو التلفاز أو الهاتف النقال وإنما هو المصحف الشريف تقرأ فيه ما تيسر عند النوم وحينما تستيقظ بالليل تأخذه وتقرأ فيه ما تيسر وحينما تصبح وتصلي الفجر تأخذه وتقرأ فيه ما تبارك لمن يقرأ القرآن في رمضان ويعطيه من الأجر والتواب من الله به عليم ربنا عز وجل ندمنا إليه فيه أجر وتواب كبير وهو الإكتر من الصدقات كان صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة في رمضان فالصدقة هي مطلوبة في كل وقت وحيد لكنها في رمضان هي الأفضل لأن الله تعالى يضاعفها أضعافاً مضاعفاً من أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة كان أجود بالخير من الريح المرسلة كان كثير العطاء لا يخشى الفقر لأنه يوقن بأن الله رزاق ذو القوة المتين والصدقة تكون خسنة التي تجد مشقة كبيرة حتى في الإفطار فنحس على أن نيسر لها أسمام الإفطار قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائماً كان له مثل الأجر غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء إذا فطرت صائم ربنا أعطاك نفس الأجر الذي هو للصائم دون أن ينقص من أجر الصائم أي شيء والصدقة هي خير كثير جداً وفيها فضل كبير وكان النبي الكريم يقول الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر كله خير كي يعطي الله تعالى الطائم الكثير فيشكر والشكر عبادة والذي يصوم ويصبر هو أيضاً عبادة ولكن الطائم الشاكر هو بمنزلة الصائم الصابر والإنسان عليه أن أن يعطي للفقر والشكر عبادة والذي يصوم ويصبر هو أيضاً عبادة ولكن الطائم الشاكر هو بمنزلة الصائم الصابر والإنسان عليه أن أن يعطي للفقراء والمسكين حتى قلت صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الذي يسعى على الأرملة والمسكين وصيد الرسول صلى الله عليه وسلم كي يقول لنا من أراد أن يغفر له الله الدنوب فليكتبنا الصدقات فالصدقات تطفئ غضب الله الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الضار جميع الدنوب والخطايا والسيئات التي ارتكبتها ربنا يغفرها لك بصدقة صدقة تدخل بها السرور والفرحة إلى قلوب المحتاجين بل إذا كان عندك مريض في العائلة أو أنت نفسك مريض وعاجز الأطباء عن دواء فخير دواء هو الصدقة في الشفاء للأمران قال صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقات داو مرضاكم بالصدقات بل من كان ربما يشكو قلة البركة ما عنده باركة في الرزق ولا في التجارة ماذا علي أن يفعل؟ أنه يتصدق فإذا ما تصدق بارك الله له في رزقه وفي تجارته قال صلى الله عليه وسلم من ألفق نفقة بورك له فيها من ألفق نفقة بورك له فيها ثم يعطي الله زيادة ما نقصت صدقة من مال وإذا مات أحد الأحبة ونفده في القبر وخشين عليه كيف ننقده كيف نساعده وهو في القبر ربما يحسب أننا نتصدق عليه تدافع عن صاحبها في القبر وتعيده وهو في القبر ربما يحسب أننا نتصدق عليه تدافع عن صاحبها في القبر وتحميه من ملائكة العذاب لهذا أهل الميت عليهم أن يتصدقوا أيضا في رمضان علينا أيها الأحباب الكرام أن نتجنب الإساءة بل لم يجد صدقاء أو فعل الخير على الأقل أن يتجنب الإساءة في رمضان ينبغي المسلم أن يكون مثالا في السلوك القويم ويكون أخلاقه رفيعة ولا يدنب ولا يسيء ولا يدخل في شجار ولا في عراق ولا خصومة مع الناس لأن الصوم جدة يعني وقايا الصوم جدة فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقول إني مرء صائب إني مرء صائب دائما الإساءة يمتعل عن أمال سيئة ليس الصيام عن الطعام والشراب وإذن الصيام عن اللغو والرفت عن اللغو والرفت فالإساءة يمتعل عن ذلك أيضا أيها الأحباب الكرام من الأعمال الطيبة التي ينبغي أن يقوم بلئسة في رمضان العمر هناك بعض المحظوظين من أهل الله اختارهم المولى وناداهم المداد ناد المداد عليهم ويسر لهم الله تعالى لأداء العمر فهؤلاء هديئا لهم هؤلاء الآن هم في بقاء المقدسة يعتمرون ويعمرون بيت الله المكان مهبط الوحي بكة المكرمة والمدينة المدورة هديئا لهم هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمرتهم كأنها حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يحج معه فقال عمرة في رمضان تعدل حجة معي إلا أنها لا تسكط حجة الفرد ولكن في الأجر والتواب كأنها حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع أن يؤدي العمر فعله أن يصلي الصبح في جماعة من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى إلى شروق الشمس ثم صلى ركعتين الضحى كانت له أجر حجة وعمرة تامة 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 هذا حج غير قادر أنك تصلي الصبح في جماعة وتجلس تذكر الله تذكر الله تملأ وقتك بالذكر لا تدام حتى تشرق الشمس وتصلي ركعتين الضحى لك أجر حجة وعمرة تامة 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 ولا ننسى أيها الأحباب الكرام هناك عبادة الاعتكاف هذه تكون في العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان تكون سنة الاعتكاف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها وفلما كان العام الذي قوم فيه اعتكف عشرين يوما اعتكف عشرين يوما فالاعتكاف أيضا لسنة يحدث نفسه به أنه يمحط عن طريقة من الطرق لكي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان يكون له الأجر والتواب وفي تلك العشر الأواخر من رمضان علينا أن نتحر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرها وكان يوقد أهله وكان يحيي ليله ويشد بإزره فهذه كل أعمال هي قاربة من عند الله تعالى نسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام وكان يوقد أهله وكان يحيي ليله ويشد بإزره فهذه كل أعمال هي قاربة من عند الله تعالى نسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام رمضان نسأل الله تعالى أن يعيننا على تلاوة القرآن وعلى قيام الليل وعلى الدكر وعلى الصدقة وعلى الإحسان وعلى صلة الأرحام وعلى أننا نجدد إبادنا المقصود أيها الأحباب الكرام من كل هذه العبادات أننا نجدد الإيمان ونجدد التقوى ونجدد السلوك لا ينبغي أن نخرج من رمضان كما دخلنا إليه أول مرة ينبغي أن نكون في وضعية طيبة من الإيمان والصلاح حتى كان الصحابة رضي الله عنهم من سلفنا الصالح تكاد الملائكة تنزل إلى الطرقات لتصافحهم من شدة إيمانهم ويقينهم وتقواه والعمل لن أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام أذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل معنا ويسأل عن أحكام الصيام أو عن أحكام تخص الحياة العامة أنت تسأل والإسلام يجيب أرقامنا هي كالتالي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله